وبالعودة لحادث الطعن الذي وقع في مانشيسر ببريطانيا ينضم لنا من الأنظم مراسل غد عمر بشير يعني عمر ما هي تفاصيل حادثة الطعن هل تم معرفة أنه عمل فردي أم عمل إرهابية نعم يعني الحادث تم فيها الساعة التاسعة من مساء أمس عندما كان البريطانيون والسياح يستعدون للمشاركة في احتفالات رأس السنة في احتفالات العام الجديد قام رجل حاملا سكين باقتحام محطة فيكتوريا ستيشن في مانشستر وتمكن من طعن رجل وامرأة وشرطي مرور وصفت جروح رجل والامرأة بأنها خطيرة ولكن المصادر الطبية قالت أن هذه الجروح لا تؤثر على حياتهما بينما أصيب الشرطي بجروح وصفت بأنها ما بين الطفيفة والمتوسطة وقد غادر المستشفى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شرطة مكافحة الإرهاب هي التي تحقق مع المحاول لعملية القتل ومنفذ عملية الطعن وتقول الشرطة أن هذا الحادث فردي ولا يوجد له تداعيات إضافية إلى الآن هي تطمئن البريطانيين تطمئن السكانة في مانشستر بأن تداعيات الحادث انتهت لكن ما يمكن أن يضاف أيضا في هذا الموضوع هو أن هذا الحادث صنف بأنه إرهابي بعد أن دخلت شرطة مكافحة الإرهاب في إجراء التحقيقات مع هذا المتهم بالنسبة للإجراءات الأمنية عمر وأنت هناك هل بريطانيا دائما تعاني من مسألة هذه العمليات خصوصا فيما يتعلق برأس السنة أو غيرها هل لمس الإجراءات الأمنية التي كانت مكثفة هناك سفلنا ما الذي شاهدته من إجراءات أمنية نعم الإجراءات الأمنية مكثفة دائما وبشكل إضافي في المناسبات وفي الاحتفالات بالأمس هنا في لندن وقرب المكان الذي نقف به هنا قرب لندن آيكانا ما يقرب من 100 ألف بريطاني وسائح موجودين هنا واحتفلوا بالعام الجديد لكن الحقيقة هي أنه لا يستطيع أحد أن يمنع أحد من القيام بعملية طعن من القيام باشتباك بالأيدي من القيام بقيادة المركبة ومحاولة الدهس ولكن ما تقوم به القوات الأمنية هي تقليل مدة ارتكاب هذا العمل لأن نتحدث عن ما بين دقيقة ودقيقتين تفصل تنفيذ المنفذ لعمله الإرهابي وما بين وصول القوى الأمنية إليه شكرا جزيلا لك عمر بشير مراسل الغد كنت معي من بريطانيا